اكد سمو شيخ نصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اكد ان الرياضات التراثية في المملكة تشهد نشاطا ملحوظا وتطورا كبيرا وتنظيما واسعا وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرامية الى المحافظة على تراث الآباء والأجداد ونقل التراث الاصيل النابع من البيئة البحرينية الى الاجيال المتعاقبة وقال سموه بمناسبة اعتماد موسم سموه للرياضات التراثية ان اللقاءات التراثية والرياضات التي تقام في هذا الشأن تجمع بين ابناء البحرين الحريصين على اعلاء شأن الموروث الشعبي ورياضاته العريقة والتي نراها تحمل بين طياتها اهدافا وطنية نبيلة وليست لمجرد الترفيه وقضاء الوقت وانما هي تواصل مع ارث مهم وماض جميل وعريق لا يزال حيا في الذاكرة البحرينية بالاضافة الى انه يشكل فرصة للتواصل والتفاعل بين ابناء الوطن ويعتبر مصدرا للفخر والاعتزاز بما حققه الاباء والاجداد ورياضاتهم التراثية وكانت لجنة البحرينية لرياضة الموروث الشعبي برئاسة خليفة القعود قد تلقت توجيهات من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لاعتماد مسابقات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث الشعبي البحري والذي سينطلق في شهر سبتمبر المقبل باقامة اربع مسابقات وهي سباق قوارب التجديف مسابقة صيد اللؤلؤ مسابقة صيد الاسماك واجمل صوت نهام على ان يستمر الموسم لمدة ثلاثة اشهر اشتركوا في القناة